رياض الصالحين مع حسن شاهين مكان ما زلنا نستمتع ونتمتع ونعيش أحلى لحظات حياتنا ونحن نضع أمامنا كتاب رياض الصالحين ونقرأ أنا وأنتم وأخي الأستاذ خالد عبد المنان نحن مع بعضنا في مجلس ذكر نقرأ هذا الكتاب الرائع الجميل كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بدأنا نحن في باب الكتاب الفضائل وذكرنا باب قراءة القرآن وفضلها جميلة جدا 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 والفضائل زي ما قلت لكم كثيرة جدا ولا تنتهي الآن ناخد مثلا فضل الوضوء الوضوء له فضل مر مر مهم وهو عبادة سهلة وبسيطة وإحنا نقوم بها وإحنا نتكلم مع زملائنا وإحنا نضحك وإحنا في كل بل هي نظافة وهي تبريد أحيانا مع الحر ويتبرد بالوضوء لكنه فضل مر عظيم يقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسروا وجوهكم سبحانه ويقول الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء معنى محجلين يا إخوة الكرام أن لهم إشارة أو علامة يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام من آثار الوضوء تضيء جباههم وتضيء أيديهم ويضيء كل مكان توضى منهم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه أي أن يكثر من الوضوء ويستمتع بالوضوء الصحابي الجليل بلاد كان دائما يكثر من الوضوء وحن نذكر لكم الحديث الذي كان بلاد وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يعني في الجنة يحلوه بالدهب والألماس واللؤلؤ والحاجات الرائعة الجميلة وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره إذن الوضوء كل خير وهو تمظيف للمسلم من جميع الخطايا وعنه أي عن عثمان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا العثمان توضأ أمام الصحابة وراهم الوضوء الصحيح ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشه إلى المسجد نافلة رواه مسلم أجر عظيم يا إخوتي للوضوء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء شفتوا كيف شفت حاجة غلط طلعت في حاجة غلط العين ترتكب والوجه كله في مشاكل إن كان العين ولا الأذن سماعها ولا اللسان كلامه بنتكلم بكلام أحيانا مرة مرة وره وحش الوضوء ينظف ويغفر الله بالوضوء حاجات كثيرة جدا فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء كتب بيدينك كلام وحش يغفر أشرت بيدينك إشارة وحشة يغفر ضربت أحد مع أن الواحد لازم ما يضرب الناس الآخرين لكن المهم أن الواحد يغفر له ويتنظف مع آخر قطر الماء في اليدين فإذا غسل رجليه في الوضوء خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم لا إله إلا الله أما الوضوء والله يا إخوة حاجة عظيمة وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره المكاره أن الواحد يتوضى في قمة البرد وقمة الحر موية باردة أو موية حر فيه يكون عنده مشكلة لكن يسيطر عليها وإسباغ الوضوء على المكاره يتوضى صح وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه الإمام مسلم وآخر حديث نختم به هذا اللقاء في موضوع فضل الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فالوضوء نصف الإيمان نسأل الله أن يجعلنا من المتوضئين كثيرا بقلوبهم وأيديهم وأجسامهم نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين مع حسن شاهين